البعض بقى وصل لمرحلة ان احنا عايزين نحاسب الاندية على اللاعبين اللي بيجيبوهم بفلوس قد كده وما بنجحوش ده على اساس ايه يعني انا مش فهم على اساس ايه تحاسب الاندية هو مين اللي حاسب الاندية اساسا جمعياتها العمومية فقط يا لتحاسب الاندية او مجالس ادارة الاندية بيته حاسب من الجمعية العمومية مش من حضرتك ولا مني ولا فيه ميزانية بتتعامل وكذا وبعدين هو النادي الاهلي اعظم نادي في افريقيا وافضل نادي في الكون وافضل نادي في افريقيا مش بالكلام بالبطولات وبالارقام حيجيب محترف بناء على معايير معينة المعايير دي يجب ان يتم تطبقها على كل المحترفين في الكرة وغير الكرة بالمناسبة فاللعب بيجي وفق هذه المعايير اللي تخليك تخش النادي الاهلي توفيق وعدم التوفيق ده مش بتاعت حد مش بتاعت حد خالص وهي دي كرة بالمناسبة يعني ما تحسسناش ان احنا ده كتالوج احنا بنمشي عليه ما فيش كتالوجات مش اي حاجة كتالوج بتاع الكرة الاهلي هو اللي بيعمله مش حد تاني كتالوج كرة القدم الاهلي اللي بيعمله انا اسف كتالوج الرياضة او الكرة والسلة وكل حاجة النادي الاهلي هو اللي بيعمله العب 3-4-3 كله يجري 3-4-3 العب 4-2-3-1 كله يجري 4-2-3-1 وهكذا 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 فانا ارجع مرة تانية المسيماني هذا البرنامج كان وكانت هناك حملة ممنهجة من بعض من لا يشجع النادي الاهلي رايحين في التجاه نخلص على مسيماني عشان ده بيكسب كل المسيماني وبيكسب اندية الكبيرة كلها وبيعمل مسيماني الكبيرة وبيجيبه طلاب بس بالمناسبة يعني بيجيبه طلاب بس فلازم نشوف بقى ايه عشان نعمل رابكة في النادي الاهلي ونشوف ايه اللي حيحصل وبعد كده يحلاء الف حلال عبل ما المدير فني هم كانوا عايزين كده هو ده الفكرة ان احنا عايزين نمشي مسيماني عشان نجيب مدير فني تاني او يجيبه مدير فني تاني ده كلام بعد ما لا يشجع النادي الاهلي فكان الاتجاه رايح في هذا الامر بيحاولوا يخبطوا في النادي الاهلي من كل الاتجاهات ولكن جمهور النادي الاهلي النادي الاهلي في النص كده وجمهوره حواليه حميه في كل حت جمهوره واعلامه ومجلس ادارته ولاعبيه وجهازه الفني الكل الحقيقة بيحمي هذا النادي الكبير وهذا النادي العريق النادي الأهلي ولن يستطيع أحد أنه يخش في النص ما بينه دايماً كده النادي الأهلي كده بعدما لا يشجع النادي الأهلي كانوا دايماً رحيل لهذا الاتجاه هو عايز فرقته تكسب الباقي عايز فرقه تكسب